والآن إلى شباك هاشتاغ الذي نرصد فيه أهم ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مع مراسلنا ميثم قصير مساء الخير ميثم ماذا في جعبتك اليوم؟ مساء الخير زاهر لك أولي المشاهدين قبل الحديث عن ما شغل اللبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي كان لابد من التطرق إلى الهاشتاغ الذي شغل بال العالم أجمع ربما منذ يوم أمس وهو هاشتاغ محمد مرسي والتعليقات التي غرد عليها المغاردون عن مقتل أو وفاة الرئيس السابق المصري محمد مرسي مصريون وعرب وأجانب أيضا غردوا على هاشتاغ محمد مرسي تعليقا على حادث الوفاة التي جرى خلال محاكمة الرئيس السابق والبداية ستكون مع مغاردة مصرية الشابة مصرية تسنيم غردت قالت في هذا الصباح الحزين لا نشعر بالأكسجين ولا بالروح والموضوع ليس فقط أن محمد مرسي توفي بل بسبب الوطن الذي دفن ومحكوم عليه بالعدام منذ سبع سنوات نعجاف مغارد مصري آخر تطرق إلى موضوع الخلاف بين المغاردين حول التعاطف مع الرئيس محمد مرسي من عدمه وقال يكفي أن نقارن بين ما جرى مع الرئيس السابق محمد مرسي وكيف تمت معاملته في السجن وكيف انتهى به الحال وقال ذلك بما حال الرئيس الأسبق حسن مبارك وكيف انتهى بحال حسن مبارك وكيف تمت معاملته خلال فترة سجنه وإن لم نرى الاختلاف في هذه المعاملة فهناك ربما مشكلة في البوصلة الأخلاقية لهؤلاء كما غرد هذا المصري لكن لم يكن المصريون فقط من غردوا على هذا الهاشتاك بل أيضا زايد من اليمن والذي رفض أن يعتبر وفاة محمد مرسي بالطبيعية وقال أنها ليست صدفة أن يتوفى محمد مرسي بهذه الطريقة واعتبر بأن وفاة محمد مرسي تكون معها هناك وفاة وقتل للديمقراطية ولحرية الشعب المصري أما جانا من لبنان فأيضا كتبت على فيسبوك عن هذا الموضوع وقارنت بين وفاة الرئيس محمد مرسي ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وقالت رغم اختلاف الطريقة التي حصلت هذه الوفاة إلا أن التشابه بين هاتين الوفاتين هي أنهما كان ضحايا لنظامين ظالمين لا يؤمنان بالاختلاف معتبرة أن نظام السيسي لم يقتل محمد مرسي برصاصة بل ببطء ليكون عبرة للآخرين وهذا ما يدعي للخوف مما قد يأتي في المستقبل نعم أيضا ميثم في هاشتاغ لبنان أيضا شأن لبناني هذه المرة وفاة الشابة اللبنانية ميشيل حجل بعد صراع طويل مع مرض السرطان كيف تفاعل اللبنانيون مع هذه الحادثة التي يبدو أنها فعلا غزت السوشال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية للأسف زهر المواضية التي نتحدث فيها هي الموت لكن هذه حال الدنيا ميشيل حجل الشابة اللبنانية التي توفيت بالأمس بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر 25 سنة كانت تشغل باللبنانيين طوال السنة الفائتة وهي تصارى المرض وتحاول أن تتغلب عليه لسيما أنها كانت مشهورة بمشاركتها في إحدى مسابقات الجمال وفوزها بالوصيفة الثانية قبل سنوات لكنها في السنة الماضية وهي تحاول أن تتغلب على مرض السرطان كان هناك حملة أعلامية كبيرة لتمويل الاستشفاء إذا صح القول عملية الاستشفائية لكونها كانت تحتاج لمئات ألاف الدولارات للقيام بعملية ولذلك وبعد نجاح العملية في شهر يناير كانون الثاني الفائت وأعلان ميشيل بأنها تغلبت على المرض عودها المرض مجددا في الأشهر الماضية لكن هذه المرة لم تنجح في أن تتغلب عليه ولذلك كان موتها ورحيلها قاس جدا على اللبنانيين والبداية مع جيسي التي غردت كما غرد كثيرون الذين اعتبروا أن ميشيل أصبحت اليوم ملاكا في السماء وقالت أن ميشيل منحت الأمل لكل مريض وكانت رمزا للقوة والإصرار في معركتها مع مرض السرطان أما توني فغرد ربما محاولا تخفيف من وطئة الخبر وقال ربما اليوم جيسي تليق بها الحياة في السماء بعدما عانت في الحياة على الأرض أما فاطمة فغردت واعتبرت أن ما جرى لميشيل أوجاعها جدا ورأت في أن ميشيل في موت ميشيل كان ظلما وبشاعة ولا عدالة وأضافت أن رحيل ميشيل أذكرها بأوجاعها هي أيضا معتبرة بالختم أن الإنسانية لن تكون مرتاحة إذا ما تم القضاء على مرض السرطان وأختم مع رسالة مؤثرة من شقيقة ميشيل التي كتبت على فيسبوك برفقة صورة لميشيل مجتمعة مع عائلتها وقالت أنها لن تعتبر أن غدا هو يوم دفن ميشيل بل هو يوم عرسها حيث ستكون في السماء تحتفل بعمر جديد لها ووعدتها بأن تحرص على أن تتذكر كل الأيام التي عاشتها مع ميشيل وتشارك أسرارها وأمضياء وقتا جميلا خلال حياة ميشيل نعم ميثم على الرغم من مأساوية الحالة لكن سأحاول النظر إلى الكأس أو النصف الممتلئ من الكأس هذا التفاعل مع حالة إنسانية بهذا الألم هو تفاعل كبير نسر في ذلك هناك الكثير من الحالات المشاب بهذه الحالة لكن لم نرى هذا التفاعل نعم زهر ربما الأمر الإيجابي في قضية ميشيل حجل بأن كون هذه الشابة كانت معروفة من قبل وأصابها هذا المرض الناس استطاعوا من خلالها أن يتعاطفوا أو أن يرتفع الوعي لديهم حول مرض السرطان وهذا أيضا ما كانت تقوم به ميشيل طوال فترة علاجها تقول بأنها ربما هي كانت محظية باهتمام أكبر إلا أن هذا الصراع مع المرض لا تعيشه لوحدها ولذلك يجب الجميع أن ينتبه لمرض السرطان تحديدا مرض هذا المرض الخبيث الذي يعاني منه الجميع أطفالا وكبارا ولذلك ربما أن الاهتمام كان على الجانب السياسي أو الإعلامي أو الشعبي كان مهما وحاولت ميشيل أن تكرسه أيضا من خلالها إلى المرضى الآخرين لكي لا يكون الدعم المادي والمعنوي فقط لها بل لجميع مرض السرطان نعم ميثم قصير شكرا لك على هذا الرصد للهاشتاغ الأكثر تداولا في لبنان سأتوقف معك هنا ولكن لك نصيب أكبر في حلقتنا اليوم أيضا غطيت مهرجان ربيع بيروت لا أريد أن أسمع منك فما قلته سيرد في التقرير شكرا ميثم ونتابع هذا التقرير عن مهرجان ربيع بيروت